مرحبا يا رجل سوف نرحبها انا استطاعتم كثيرا سوف نبدأ الاشياء الصغيرة تفاصيل ما ت Wear نبدأ الاشياء الصغيرة نحن نبدأ بالأشياء الكبيرة أول شيء الكبير كثير هو أن أضافوا أشياء جديدة أغراض التي نستطيع أن نحصل عليها بالمجان في بيكاكستي تخيلوا بمعنى أنه ليس فقط البدلة التي يمكننا أن نحصل عليها في بيكاكستي لا أضافوا أغراض جديدة التي قلت عنها بالقناة على شكل تصريب ولكن الآن دعني أعطيكم إذا ضغطوا على هذه العلامة أفقي يا ربما لكم صوتي اليوم مريضة ليس أنا مريضة بس صوتي مريضة لا أعطي أن أشترك إذا ضغطوا على هذا المكان سوف يخرج لكم هنا البدلة التي حصلت على هذه الأشياء فقط حصلت على هذه الأشياء الكبيرة لا أعرف لماذا لم تخرجوا لكن المهم هذه المشكلة يجب أن تصلح لأنه أضع نفس هذا الحساب بثلاثة موبايلات وكل مرة يلعب بموبايل لكن المشكلة هي أنا بموبايل حداك الثاني وصلت هنا وأريد أن أحصل على البنطلان لكن يقولون لي أنه أنا لست هنا فهذه المشكلة هذه المشكلة التي لا تجعلني أحصل على البدلة وطبعاً أضافوا طبعاً كنا بس حد هون كنا بس خمسة كانوا بس خمسة كانوا بس خمسة كانت آخر شي بتقدروا تحصوه عليه هو النمدة بس هلا أضافوا شخصين جداً اللي هنا زيلا وبيتزا غاي كثير حمسة فهذا الأشي كثير حلو وطبعاً كنا صاروا هلا سبعي وضافوا معه ببيتزا غاي فهذا الجديد شوفوا على شكل حقيبة وهو حقيبة كثير بتجنن وعندها هيتبع الزيلا لو ما بتعرفوا الزيلا هي أم هاي زيلا هي أم هذا اللي هو النمدة و أم و أم آدمين اللي مو موجود هون اللي هو هذا هذا كنت أنا بمركز السادس هلا صرت كايز مركز السابع يا الله أمهم ما علينا فأرمهم هلا كايز كمان زيلا لازم نجمع أربعين ألف نقطة تخيلوا أربعين مو أربعين لا أربعمية ألف أربعمية كاي واو و رح تحصلوا كايز على مزلجة بتجنن شوفوا كايز شكلها شو بي جنن هالمزلجة نادر كثير بتجنن لو ضغطوا على go to pkxd رح تفوت على pkxd فأنا ما بدي أفوت عليها شو هلك هطلة أوكي خلين شوف الأشياء والتفاصيل الصغيرة أوكي أشي هون ضافوا زي ما عاكم شايفين زي لاهير رقم واحد بيتزا رقم اثنين يعني غيروا كايز كل شي و كمان هلا أشي كثير جديد وحلو اللي هو شكل اللعبة تغير يعني مثل لو بنضغط متاع على الإعدادات شوفوا إيش رح يصير يعني هيك بتدخل كأنه فايدين أو أو إن أو مدري إيش يعني ضافوا أشي كثير حلو كمان أشي كثير بي جنن لو ضغطوا هون على الشاشة يعني بس هيك هون على الشخصية رح يطلع لكم المتجر و كمان قيز بس لاحظوا معي إن الشكل تغير شوفوا الشكل كيف اللعبة بتتحرك شفتوا إن مثل لو بنضغط هون شوفوا كيف بتفوت هيك يعني كيوت شكل يعني دمان كنا بس هيك منضغط شفتوا و هون شوفوا قيز طريقة العرض طريقة عرض تباع اللعبة كثير بتجنن كيف تغير شوفوا هون فيو مو واو كمان حلوة هون اوكي 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 هون كمان شكل كله حلو هلا خلينا طبعا نلعب و نشوف ايش ضعفوا هون باللعب طبعا أنا لاحظت انه ضعفوا مكان جديد اوكي مكان لي منقدر نلعب فيه كمان حدو الأزهار هدول او مي جود الورود هدول ورود قايز اللي بعالم بيكسي ما كانوا موجودين حلا ضعفو هون شوفوا ها حرش يكون هون مو هون يعني بوسط الساحي لا قايز هون هون بالطريق شوفوا 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 الازهار اللي ضعفو اشياء واو اوكي بالطريق الي هون بالجنب هين اللي ضعف فيه و كمان قايز اشي كثير كثير مهم اللي انا لاحظت هو انه هلا يعني زمان قبل ما نحدث اللعبة قبل ما تتحدث قبل ما امرو هاد تحديث الجديد كان فينا يا جماع انه لما منتحرك لما منتحرك هيك الادمن ليمين شمال اللي sont forum بتتحرك كمان مع الادمن الو تحركنا عاليمين فالشاشة بوم BETجي معاما عاليمين انا هي كمان بتتحرك بس هلا ي اجمال يا جماع لو لاحطوا ان الشاشة صاري ثابتي الشاشة ما بتتحرك يعني هلا منتحرك اادمن بيمين شمال مuming ندري اش من نط لا بتتتحرك معانا الشاشة الشاشة هلا ثابتي اما اادمن بيتحرك كمان لو لاحطوا قااISS شكل الفلوس كيلي هيا القونز هلا صاراين ما تغير assessments لن تغير كثير كثير وانا بنخسر الشكل كثير جميل طبعا يا جماعة اوو اضافوا كثير شغلات اضافوا كمان كريالسي تبع الـ AI واو اوكي واو كثير حلو طبعا غيروا اللعبة السريعة لو لاحظتوا فاروحوا انتم قايزا لعبوا اللعبة و جربوا بنفسكم انه من جد اللعبة هيك تغيرت اللعب بشكل كوينز كنت اعمل لكم انه ما غيروا هيك كامل بس كان له الشكل مو الشكل بس اللون اللون تبع الفلوس او تبع الكوينز صار دهبي كثير يعني اللون تبعه صار يعني كثير غامق مو كثير بس مهم صار دهبي شوفوا تحسوه كانه ذهب انه منجمع ذهب مو كوينز لازم نسميه جولد او زي اللعبة تبعه جولد رونر ولا مدري اش اسمعوا او مو كثير حلو كمان اشمع اشي كثير مهم هو انه لو ضغطوا او ضافوا هاي الشغلة زي اللونوها غايز مو لونوها بس اعتقد ضافواها جديدة هاي كانت باللون الابيض بس هلأ صارت باللون الاصفر واو او ماي جود ضافوا كم شغلية يا جماعة ادعبوا انت و رح تستكشفوا انه منجمع ضافوا كثير شغلات واو بتجنن او مهم طبعا هلا يا جماعة لو ضغطوا على بوز اللي هي لما نوقف اللعب فهلا يا جايز لما نوقف اللعب صاري متغيره لانه لانه ليكم منقدر يعان صارت هاي الشاشة شفافة اوكي قبل ما نحدد لابك انه لما نضغط عليها بتطلع لهون شاشة سودا بعض اما يطلع لنا هدو الكتابة والشغلات هون فهلا كيف صار يا جماعة واو وصار الشاشة شفافة وهيك جايز احسن لانه هيك رح يساعدنا ان نشوف احنا وين وصلنا عشان لو رحنا مثلا نجبنا مي ونمنا مثلا ورجعنا نكمل لعب فالشاشة سودا فما رح نتذكر احنا وين وصلنا ولما نضغط علي كنتينيو نحن نخسر لانه ما بيعطونا هيك ثلاثة اثنين واحد لازم صراحة يضيفوها انه هيك يعملوا لنا العد التنازلي قبل ما نكمل اللعب عشان انه هيك يكون تركيز عرفته فا اوكي اوه صار اللعب اقصعب احس ما باف جايز بس احس انه صاري عمروح جايز بسرعي وصعبة من شود اي مهم فهدو طبعا هن كل الاشياء اللي اظن انه بي كيكس يضعفوها فما باف هنضافو اشياء اكثر بس اوه ليكو بيزا واو كيش السراحة طالع كثير حلو احس نضافو كم شغلة جديدة المهم فا اكتبوها بتعليقات من الشرع ايكون بس بحبكونا كثير 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 باي